نشاهد هذه الصور التي تصلنا حول إصابة أربعين جندي إسرائيلي في انفجار مسيرة بينهم تسع حالات خطيرة على ما يبدو الآن تسجل أو سجل مقتل ثلاث جنود إسرائيليين على الأقل إذن مراسل الحدث يفيد بمقتل ثلاثة جنود إسرائيليين على الأقل في الهجوم على قاعدة بن يمين العسكرية جنوب حيفا إذن قبل ذلك نتحدث عن عشرات الإصابات بين الجنود الإسرائيليين في هجوم مسيرة مراسلة الحدث أيضا كانت أفادت بأن سفارات الإنذار لم تدوي ولم يجي على ما يبدو اعتراض منظومات الدفاع للمسيرة أو للمقذوفات من الجانب اللبناني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر